بحلول عام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة التأثير الكبير على موارد العالم سيزيد من التحديات التي ستواجه قطاع الأعمال وحياة الناس على كوكب الأرض نحن بحاجة إلى الوقود واليوم الطاقة تدخل في كل جانب من جوانب حياتنا فيوليا اليوم بإمكانها أن تحدث فارقاً كبيراً نحن نعمل على تطوير مصادر وقود بديلة للعالم وهناك مصدر وقود مخفي نقدره اليوم أكثر من أي وقت مضى هو أرخص أنواع الوقود ولديه الحل لمشكلة زيادة الطلب في إنتاج الطاقة ويمكنه أيضاً أن يعالج المشاكل المرتبطة بالتلوث والتغير المناخي هل تريد أن تعرف المزيد؟ هنا الفكرة إينوفا هو مشروع مشترك بين مجموعة ماجد الفطيم والفيولية ولأحد عملائنا فقد قمنا بإعادة تهيئة 157 مبنى مع باقة إينوفا لزيادة كفاءة الطاقة في المباني ضمن لعميلنا معدلات ترشيد سنوية في الكهرباء والماء تصل إلى 30% وهي كافية لتزويد 2400 شخص سنوياً بالطاقة في دولة الإمارات ملء حوض سباحة بالماء بحجم ملعب كرة قدم وبارتفاع برج خليفة تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يعادل زراعة غابة مساحتها ثلثة مساحة مدينة باريس ترشيد 132 مليون درهم من تكلفة الطاقة للعميل إذن ما هو هذا الوقود المغفيد؟ من دون انبعاثات ضارة ومن دون محطات إضافية لتوليد الطاقة ومع زيادة الموارد المالية فإن كفاءة الطاقة هو أنظف وأرخص وقود في العالم وباختصار لكل درهم نستثمره نحن نخفض درهمين من إنفاق الطاقة في المباني هكذا أصبحت إينوفا هي الشركة الرائدة في سوق إدارة الطاقة المزدهر في الشرق الأوسط مع النمو الكبير والتطور في قطاع المباني في الشرق الأوسط دعونا لا ننسى أن التطور الحقيقي يكتمل باستخدام الطاقة بكفاءة أفضل وبتكلفة أقل معاً لندعم مشروع خدمات كفاءة الطاقة في المباني للفائدة التي يجلبها المشروع للزوار الموظفين الملاك وحتى لكوكب الأرض إذن لقد حان الوقت لنا لأن نجعل كفاءة الطاقة هو الوقود الأساسي بدلاً من كونه الوقود المخفي ذيوليا موارد العالم بين يديك